من فلسطين الى ليبيا الحقيقة يعني انا انا منهك وانا بتكلم عن القضايا بتكلم في ساعة يعني انا بتكلم الحق في الفلسطين بيحصل كذا وكذا وكذا الحق في منهك يعني موضوعات تثير الاعصاب وترفع الضغط لانه كل موضوع مش بتكلم بقى بشق يعني قومي وشق ثوري وشق اللي احنا تربنا عليه والقضايا لفلسطين لا انا بتكلم ببعد تاني بعد الامن القومي المصري والمخاطر المحلقة بنا في منطقة شديدة الاضطراب يا جماعة انا قاعد قدامكم وبنتكلم بشكل فيه نوع من الانهاك المعنوي والنفسي البوابة الشرقية قادر اللي بيحصل حرايق وضربه وغيره اهو ده تحدي على امن القوم بتاعت دلوقت اخش على ليبيا نتحدي على امن القوم بتاعت انت في كل مكان انت موجود في منطقة مش عايز اقول مصطلحات صعبة لكن شديدة للاضطراب شديدة الصعوبة وبتتحرك في هذا الجو الصعب انت راكب عربية في طريق مكسر عايز توصل بسيارتك في طريق مكسر توصل بطيارتك في مكان كله اجواء وكلها مطبط هواقية لكن لو عندي ليبيا مستقرة وفيها حكومة وشغالة وبتنمي وعندي في دولة فلسطينية شغالة ودولة اسرائيلية في تعاون بينهم ودولة مستقرة في السودان ودول في حضل المتوسط تخيل كنا نعمل ايه ده احنا كنا نعمل العجل شغل وتعمير وإعمار وبناء وتجارة وشغالين في كل التجاهات ومصرين بيشتغلوا هنا وهنا يا جماعة ده كان ليبيا فيها كم مليون مصر شغال والعلاق كم مليون مصر شغال والخليج كم مليون مصر شغال كل ده يا جماعة ما حدش منتبه انه 2011 دمرت الدول والازم الاقتصادية وقعت كثير من السوابت كل المصرين اللي برة الملايين ده رجعوا تاني في مصر رجعوا في مصر وشتغلوا نتيجة انه كان فيه مشروعات بتتعامل وفي نفس التوقيت فيه لاجئين وناس بيجولي عشر خمستاشر مليون انت متخل عبقق ده انت ماشي شايل فوق كتافك حمل وعبقق تقيل ماشي بتقن ما وقعتش وفي الناس عايزة توقعك انت ماشي شايل احمال فوق دماغك وبتتحرك بصعوبة خمستاشر مليون واحد عندك ضيوف عندك عندك لسه خارج من كورونا كانت عندك ديون عندك فواتير قديمة بتتفعها بتحاسم على مشاريع اتدفعت وتشرمت على مدار عشرين تلاتين اربعين سنة فاتت وشغال وعملت تتحرك وفي ناس عملت تحديفك بالطوب وانت ماشي على رجلك عمالي عايز يوقعك من برة ومن جوة وغيره كله عمالي تكلم يراهن هيوقع هيوقع ايه انا بكلم بكلم بشكل بكلم بشكل تلقائي انه عندي صعوبات جمه وعندي احمال ثقيلة وعندي طريق غير مبهد وعندي اجواء غير مبهدة وعندي اقليم مضطرب ملتهب مشتعل وفي نفس الوقت ماشي وبحاول وبجري وبدفع وبحقق وموقفتش امبارح كل نفسينا يا جماعة بنقول يلا خلصنا العملاء الشاملة للعسكرية الروح عملاء الشاملة التنامية حد يسدق هذا كلام اشتركوا في القناة